في عام 2020 ينتحر تقريبا 132 شخص أمريكي كل يوم من فترة سمعنا خبر انتحار الملحدة المصرية صراح جازي ومن كم يوم انتحار الملحدة المغربية نعيمة فإيه الحكاية؟ لماذا ينتحر الملحدة؟ وماذا يقول العلم عن العلاقة بين الإلحاد والانتحار؟ ولماذا لا يستمتع الملحدون بالحياة؟ ده موضوعنا النهاردة فتابعوا الفيديو جماعات ألمانية عملوا بحث عن العلاقة بين التدين والاكتئاب وكانت النتيجة هي أن المعتقدات الدينية تقلل من الاكتئاب والانتحار وفي دراسة نشرتها مجالة الطب النفسي بأمريكا تحت عنوان لانتماء الديني ومحاولة الانتحار قالوا أن معدلات الانتحار في الدول المتدينة أقل من الدول العلمانية وقالوا أيضا أن الملحدين هم أعلى نسبة انتحار دون منازع وأمامك حصائية من 2016 عن نسب المنتحرين في العالم هتلاقي الدول المتصدرة دول تضغى فيها المادة وبعيدة تماما عن الدين ودراسات أخرى كثيرة كلها تؤكد على أن نسبة الانتحار عند غير المؤمنين أكثر بكثير من عند المؤمنين فما العلاقة بين الإلحاد والانتحار ولماذا ينتحر الملحدون أكثر من المؤمنين ربما يتخيل كثير من الملاحدة أن الواحد منهم بمجرد أن يترك الدين يصبح سعيدا يتصور أن ترك التكلفات والتشريعات والعبادات سيجعله سعيدا يتصور أن الانغماس في الشهوات مثل الخمور والجنس سيجعله سعيدا كانوا يقولون الدين يكبلنا ويقيدنا ويزعجنا لكن بعد أن تركوا الدين قتلوا أنفسهم وأزهقوا أرواحهم يترك الإسلام ليستمتع بالحرية لكن فجأة يقتل نفسه ليصبح سمادا للأرض لتستفيد الطبيعة ما الذي يجعلنا نتحمل كل مناغصات الحياة ما الذي يجعلنا نتحمل كل البؤس والشقاء لماذا نصبر؟ نصبر لأن هناك حياة أخرى يجازي الله الصابرين على صبرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هناك حياة أخرى يقتص فيها الله للمظلوم من الظالم أنت كملحد حينما يظلمك شخص ما وما تقدرش أن أنت تاخد حقك منه وما تقدرش أن أنت تقتص لنفسك منه فماذا ستفعل؟ ستحزن وتكتائب لكن المؤمن الحق سيصبر لأنه يعلم أن الله سيجازيه خيرا لصبره وسيقتص له من المظلوم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا أزعجه أمر يسرع إلى الصلاة أنت كملحد إذا أحزنك أمر فلمن تفزع ولمن تلجأ نحن نؤمن أن هذه الحياة مجرد فترة للاختبار وبعدها الحياة الأخرى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية وحياتنا اليوم مجرد فترة مؤقتة حتى الصبر على المرض والمصائب يثاب الإنسان عليه لكن الملح للمسكين لا يؤمن بحياة بعد الموت لا يؤمن بثواب وعقاب لا يؤمن بجنة ونار فإذا واجه بعض منغصات الحياة ومشاكلها زي الأمراض أو موت شخص عزيز أو أي حاجة فإنه إن كان ذكيا سيتوجه للانتحار لماذا يصبر؟ لماذا يتحمل كل هذا البؤس؟ فإذا كنت تؤمن أن كل شيء سينتهي بعد الموت وسيتساوى الطيب مع الشرير والصالح مع الطالح فلماذا تحتمل كل الصعوبات والمشقات؟ أقتل نفسك وأرحها من كل هذا العناء فالملحد الذي يتمسك بالحياة هو في رأيي ليس ذكيا بالمرة مش عاوز أقول غابي عشان ما يزعلش بس دي الحقيقة التمسك بالحياة بدون هدف مش ذكاء لأن الحياة مليئة بالتعب والشقاء تخيل تحتمل كل هذا التعب بدون فائدة اقتل نفسك وارتاح من كل المشاكل لكن كما قلت غريب جدا إنك لما بتترك الدين ما تبقاش تعيد ولا حاجة يعني الملحدين اللي تكلمنا عنهم عايشين في دورة الغربية وامامهم كل وسائل الترفيه والسعادة ما عندهمش دين بيقيدهم ولا بيحد من شهوتهم ومع ذلك انتحروا وعلى العكس بتلاقي المؤمنين رغم من اكتمينهم عايشين في دول مش غنية دول فائرة وفيها ظلم كثير لكن نسب الانتحار عندهم قليلة جدا فيبدو أن الأمر ليس كما يتخيل هؤلاء الملحدة فليس بالشهوات وحدها يحيى الإنسان بل لا بد من غذاء للروح وإلا صارت الروح خاوية وفقد الإنسان معنى الحياة قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فالبعد عن الله يجعل معيشتك في الدنيا ضنك لأن الإنسان جسد وروح الجسد يتغذى بالطعام والشهوات والروح تتغذى بالقرب من الله الملحد يهتم بغذاء الجسد من الطعام والشهوات ويهم الغذاء الروح وبالتالي بعد قليل تصبح روحه فارغة قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونحيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه فاقة حاجة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا الخلاصة مهما حاول الملحد أن يجد الأنسى والسعادة فلن يجدها في البعد عن الله فالحل هو أن تفر إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين انتهى الفيديو وإذا استفدت منه وإذا أردت لكم نشروع منهم وتنمين لتعم الفائدة ولو حاببوا تدعمنا منكم من خلال بيترون الرابط في وصف الفيديو لا تنسوا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته